بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أخبار جديدة وكواليس جديدة وأضايا جديدة هتسمعوها معنا النهاردة في الأشباب هنبتدي حلقتنا كالعادة والحديث عن الفريق الأول بالنادي الأهلي وآخر الاستعدادات لمباراة مهمة في دور الـ 32 اتحاد المنستيري التونسي زي ما حضراتكم عارفين أن مباراة اتحاد المنستيري الأولى في دور الـ 64 أمام الجيش الرواندي انتهت بخسارة اتحاد المنستيري في ملعب الجيش الرواندي 1-0 والمباراة التانية كسب اتحاد المنستيري بسلاسية على ملعابه ووسط جمهوره سعد لدور الـ 32 سيلاقي النادي الأهلي يوم الأحد القادم أحط حضراتكم في آخر الاستعدادات أو استعدادات النادي الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري اتحاد النادي الأهلي إن شاء الله بمشيئة الله سيغادر القاهرة يوم الخميس القادم النادي الأهلي اتمرن اليوم الثلاثاء والأربعاء هيتمرن الخميس فرقة النادي الأهلي هتتمرن في ملعب مختار التيتش وبعدها سيغادر فريق النادي الأهلي إلى تونس بسلامة الله كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيئة النادي الأهلي سيسافر اليوم إلى تونس للإطمئنان على كافة الترتيبات والإطمئنان على إقامة البعثة في اتحاد المنستيري في مدينة مينستير هقول له حضراتكم بعد التفاصيل الصغيرة في مدينة مينستير فيها ثلاث فنادق للإقامة اتحاد مينستير أو فريق اتحاد مينستير خلاص حجز مقر الإقامة بتاعته اللي دايما بيقين فيه وده المكان الأفضل كابتن سيد عبد الحفيز سافر اليوم علشان يتطمن على الفندقين الآخرين اللي هيقين فيهم النادي الأهلي هيبدأ يختار ويشوف المكان الأفضل اللي يليق بلاعبي النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي في حالة الإطمئنان على مقر البعثة خلاص هيحجز الكابتن سيد عبد الحفيز وهيشوف الملاب وهيتطمن على مقر الإقامة طيب لو مفيش مكان مناسب فيهم في مينستير هيكون أقرب مكان لباسة النادي الأهلي في سوسة في سوسة دي تبعد عن ملعب اتحاد مينستيري اللي يقام عليه المباراة بحوالي عشرين ديئة علشان كده الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي سافر اليوم الثلاثاء لترتيب كافة الأمور والإطمئنان على مقر البعثة هو ده اللي سافر ليه كابتن سيد عبد الحفيز إما يقيم النادي الأهلي في مدينة مينستير إما يقيم في مدينة سوسة سوسة تبعد عشرين دقيقة مش بعيدة لكن التقدير والتقييم هيكون راجع لكابتن سيد عبد الحفيز أيضاً الاطمئنان على ملعب التدريب ملعب التدريب هل مناسبة لباسة النادي الأهلي ولا لا ده اللي هيرتبه الكابتن سيد عبد الحفيز كل اللعبة جاهزة إن شاء الله للقاء المهم وضربة البداية الصعبة وبقول إن اتحاد منستيري فرقة محترمة فرقة صعبة فرقة قدرت تنافس على الدور التونسي العام الماضي أو الموسم السابق حتى اللحظات الأخيرة أمام تراج التونسي منذ أيام قليلة عمل اتحاد منستيري أو أقام مباراة دية أمام الترجي التونسي في ملعب المباراة اتحاد المنستيري في ملعب المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد دي آخر استعدادات فريق الاتحاد المنستيري علشان تبقى الناس موجودة معنا دايماً في الصورة تعرف آخر استعدادات فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق الاتحاد المنستيري لعب مباراة ودية انتهت بالتعادل اللي جابي أمام الترجي التونسي كل لعبة الناد الأهلي بصحة جيدة الحمد لله ما عندناش إصابات الوحيد اللي هيغيب عن هذا اللقاء هو رامي ربيعة رامي ربيعة هيغيب عن اللقائين لقاء الزهاب ولقاء العودة أمام الاتحاد المنستيري بسبب الإيقاف في نهائي دور أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي كان حكم المباراة في هذه المباراة ادى رامي ربيعة كارت أحمر وهو على مقاعد المدلاء فعلشان كده جي لناد الأهلي غياب رامي ربيعة لقاءين خلال اتحاد المنستيري لكن كل اللعيبة إن شاء الله جاهزة كل اللعيبة الحالة المعنوية مرتفعة كل اللعيبة مستعدة لهذا اللقاء لكن صعوبة المباراة إن دايما أول مباراة بتكون رسمية المباراة الرسمية بتكون غير المباراة التجربية والمباراة الودية زي ما بقولوا لياقة المباراة الرسمية هي دي اللي بيفتقدها الناد الأهلي منذ فترة لكن الناد الأهلي أقام فترة إعداد مهمة فترة إعداد كانت نقصاء منذ 2019 آخر فترة إعداد عملها الناد الأهلي كانت معلسارتي كانت في أسبانيا بعد غياب ثلاث سنين الناد الأهلي بيقيم فترة إعداد مهمة وفترة الإعداد دي بتكون مهمة لللعيبة إن هي دي اللي بتوقف اللعيبة على رجلها بلغة الكرة على مدار الموسم كاملة شكرا شكرا